أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسي من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فأتوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا وكيف تكوى وكأن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عن ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عن ما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين رؤدوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وعفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله على قدقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بدعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياتي لعلكم تهددون ولتقم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جعهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض أجوه وتسود أجوه فأما الذين سودت أجوهما كفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب مما كونم تكفرون وأما الذين بيضت أجوهما ففي رحمة الله هم فيها أخالدون تلك آية الله نتلوها عليك بالحق وما اللهم يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف في أن تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أن الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلكم ويولوكم ولجبر ثم لا ينصرون ضربت عليهم الظلة وأينما ثقفوا إلا بحبل من الناس وحبل من الناس وحبل من الله وحبل من الناس وباءه بغضب من الله وضربت عليهم المسكلة ذلك بأنهم كانوا يكبرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يدون آيات الله آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله اليوم الآخر يأمرون بالمعروف يدون نعم المنكر يستهدعون في الخيرات وأولئك هم وأولئك من الصادحين وما يفعلوا من خير فلن يغفروا والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا حياة الدنيا كمثل ريح فيها صنونا صمت حرث قومي ظلموا قومي ظلموا أنفسهم فهلكت وما ظلمون الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطرة من دونكم لا يألونكم خبلا والدمع لتم قد بدت البوضاء من أفرائهم وما تخفي صدره أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم ها وأنتم لا يتحبونهم ولا يحبونك وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عبدوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله أعلم بذات الصدور إن تمسسكم حسرة تسؤهم وإن تصبكم سياد يفرح بها وإن تصبر وتتقل لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما تعيعملون محيطا وإذا غدوت من أهلك تبوي المؤمنين مقاعد القتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله ولي والله ولي ما وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين لن يكبركم من يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين بلى إن تصبر وتتقو يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مصومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع ضعفا من الذين كفروا أن يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء ويتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله وفر رحيم يا إله والذين آموا لا تأكلوا ربا ضعفا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا العزة وعدد الكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم تفلحون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة لعرضها السماوات والعرض وعدد المتقين الذين ينفقون في السماء في السراء والضراء والكاظبين الغيد والعافين عن الناس والله أحب المحصنين والذين إذا فعلوا فأحشد وظلم أقصهم وذكروا الله ذكروا الله فاستغروا لجنوبهم ويغفر ثلوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلهم أولئك جزاهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحت لنهار خالدنا فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سران فسيل وفي راضي فأظلوا كيف كان عاجبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تجنوا ولا تحسنوا وأنتم الأعلم إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرحهم فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأموال ندولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا يتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا يبحق الكافرين أم حسرتم أن يتدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنوا الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبلي بالرسل أفإما تعقض لقلبتم على أعقابكم ومن يقلب على قبيه فليضر الله شيئا وسيجز الله الشاكرين وما كان لنفسنا أنتم طل بإذن الله إذا من مؤجل من ينرسى فالدنيا ونؤطيه منها ومن ينرسى فالآخرة ونؤطيه منها وسنجز الشاكرين وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وغلوا لما أصابهم فيها سبيل الله وما ضعف وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولكم إلا قالوا ربنا اغفلنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وتبدأ قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمُلُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَكَ فَلِيرُدُّوكُمْ عَلَى عَقَابِكُمْ فَتَنْطَلِبُوا خَاسِلِينَ بَلِلَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرٌ نَعْصِلِينَ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُ الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَقُ بِاللَّهِ مَا لِمْنَزْلِ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّعْوَ بِإِسْمَةُ وَطَالِمِينَ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُصُّوا لَهُمْ بِإِذْنِهُ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُوا وَتَنَزْلَعَتُمْ فِي الْعَبْلِ وَعَصَيْتُمْ مِنْبَعْدِ مَا تُحِبُّونْ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَ وَمَنْكُمْ مَنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ ثُمَّ صَرْفَكُمْ عَلْهُمْ لِأَبْتَلِيَكُمْ وَاللَّهُ وَدَعَفَ عَنْكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً وَعَصَيَّرُشَ طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمَا هُوْصَ بِيَظُنُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وإلى الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبعز الذين كتب عليهم القتال إلى مضادعهم وليبت لي الله ما في صدورهم وليمحص الله وليمحص ما في قلوبهم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم انتق الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعد ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حزرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم أو موتتم لما غفرت من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن موتتم أو قتلتم لئن الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضل غليظ القلب لنفضوا من خولك فاعفوا عنهم واستغفلهم وشعورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان للبينا يقول ومن يغلئت بما ظل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهنا يظلمون أفمن ادبع رضوان الله كمن باء بسخة من الله هو مأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله مصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعد فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيه ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيمة وقد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كله من عدى أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصاب وما أصابكم يوم التقى الجمعين فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين كفروا وليعلم الذين لافقوا وقيل لهم تعالوا وقاتلوا في سبيل الله ويدفعوا قالوا لو لاعلموا قتالا لاتبعدكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأنفرهم ما ليس في قلوبهم الله تعالي والله تعالوا بما يكتبون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم له الموت وإن كنت صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله في سبيل الله أموتا بل أحياء عند ربهم يرسقون فلحيد بما آتهم الله من فضل ما يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم لم يلحقوا بهم أن لخضل عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيعج المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما صابهم القرح للذين أحسنوا منهما اتقوا أجل عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فأخشاهم فازدهم إيمانا وقالوا حسبون الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا ردوا على الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلك من الشيطان يخوف أولياء فلا تقفون وقفون إن كنتم مؤمنين ولا يحزن كالذين سارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله طالد لن يجعل لهم حظا في الآخرة وأولهم عذاب أظيم إن الذين اشرعوا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحزن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثبع ولهم عذاب مهين ما كان الله لنجعل المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلياكم على الغيب ولكن الله ليجد به من رسول من يشاء فآمنوا بالله الرسول وإن تؤمنوا وإتقوا فلكم أجود عظيم ولا يحزن الذين كفروا يبخلون بما تقل الله من فضله هو خيرا لهم بل وشار لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد استمع الله أولى الذين قالوا إن الله فقين ونحمضي سأكون ما قالوا قتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا أعذب الحريقة ذلك بما قدمت أيديكم أن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عيد إلينا لنؤمن للرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسول من قبل بالبينة وبالذي قمتم فلما قتلتم من قبل صرق فإن كذبوك فقد قدم رسول من قبلك جاءه بالبينة والزبر والكتاب المنير قلوا نفسهم ذائقات الموت إنما توقع ندركم القيامة فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلؤن في أبوالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوضوا الكتاب من قبلك ومن الذين أشتقوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاقا الذين أوضوا الكتاب لتبينونه للناس ولتكتبونه فنبدوا وراء ذهونه واشتعوا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرقن بما أتوا يحبون أن يحمدوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبن بما فزد من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ما في اسم القسمة وادوا العظو الله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهر واختلاف الليل والنهار لآيات لقول أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعدا وعلى جنوبهم واتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك ما تدخل النار فقد خزيته وما للظالمين من الأنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ينادي للإيمان ينآمنوا لربكم فآملنا ربنا فاغفلنا دلوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزن يوم القيامة إنك لا تخلف الميعات فاستجاب لهم ربهم أني لا يضيع أني لا أضيع عمل عمل منكم من ذكر الأنصى بعدكم من بعد فالذين هاجلوا وخرجوا من جارهم وأوذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لو كفروا عنهم سيئات وليدخلنهم جنات تجري من تحت لنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يضر أنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواه جهنم وبئس المهيد وبئسا لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحسنان خالدنا فيها نصلا من عند الله وما الله وما عين الله يخلوا للألباب وإن من عن الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآية ليثمن ضليلا أولئك لكم جاؤلهم عند رب من الله صليع الحساب يا أيها الذين عملوا صغير وصابر ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون سورة النساء مدنية يتام أموالكم ولا تتبدل خبيثة بالطيب ولا تأكلوا أموالكم أموالكم إلى أموالكم إنه كان حبا كبيرا وإن خفتم أن لا تقصدوا في اليتام فانكحوا ما أقاب لكم النساء مسنا وتلات ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدنا ومالك ديمانكم ذلك ما أدنا ذلك أدنا أن لا تعضلوا وآتوا النساء صدقاتهن النحلة فإن طبنا لكم من شيء منه فنفسا فكلوها ليئا مريئا ولا تؤتصوا هموالكم التي جعل الله لكم قياما ورزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابذلوا اليتاما مدى إذا بلغوا النكاح حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إصرافا وبداءا ألا يكبروا ومن كان غنيا فليستعف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتوا بليهم أموالهم فاشدوا عليهم وكفى الله وكفى بالله حسيبا للنساء نصيبوا مما تعكى الوالدان والأقربون والنساء نصيبوا مما تعكى الوالدان والأقربون مما قل منه وكثر نصيبا مفروضا وإذا حضوا الكسمة وللقربا واليتام والمساكن فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو توكوا فين خلفهم إن ذرية ضعافا خاطوا عليهم فليتقوا الله وليكونوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا وليتاما ظلما إنما يأكل في بطونهم رعرا وسيصلعون سعيرا ينصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنساء فإن كنا نساء فوق أثنتين فلا كنا ثلثا ما ترك وإن كانت واحدا فنغنص ولأبوها 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 ولأبوائه ولأبوائه لكل واحد منهما السدس من مدرك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولده ووارثه أبوها فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد ورصية هذا يوصي بها عودين أباؤكم أبناكم لا تدرون أي أمر ruck لكم نفع فريطة من الله إن الله عانا и إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن له ولد فإن كان له ولد فلكم ربع مما ترطم من بعد وصية يوصين بها عودين ولكن ربع مما ترطم لم يكن له ولد فإن كان لكم ولد فلهن السب فلهن الثمل مما ترقتم من بعد وصية توصون بها أودين وإن كان عجلي رثك لا تنغرة ولهواق أو خلف لكل واحد منهما الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شاكعوا في الثلث من بعد وصية يوصي بها أودين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم تلك حدود الله ومن يطعلها رسوله يدخله جنات تجري من تحت نهار خالدنا فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعسلها رسوله ويتعد حدوده يدخله جنات خالدنا فيها وله عذاب مهين والتي والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في الميوت حتى توفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا والذان يأتينها منكم فآدوهما فإن تابا وأصلحا فاعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالته ثم يتوبون من قريب فأولئك يتب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت فإني قالت إني تبدو على نوال الذين يموتون هم كفار أولئك اعتدى الذين لعذابا أليما يا أيها الذين آمنوا يحلكم أن ترث النساء كرهاء ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا يأتين بمحشة مبينة وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا واجعل الله به فيه كريرا كثيرا إن تعطتم استردال سودي مكان سودي وآتيتم إحداهن طين طرف فأتأخذون منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أخضوا ببعضكم إلى بعد واخذ منكم ميثاقا غليظا ولا تنقحوا ما نكح آباؤكم من النساء من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقدار وساء سبيلا حرمت عليكم أماتكم وبناتكم وآخواتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأختي وعماتكم التي أرضعدكم وأخواتكم من الرضاعة وأمات نسائكم وأمات نسائكم وربعهمكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا تناح عليكم وحلائل أبناكم الذين من أصلابكم أن تجمعوا بين الوقتين إن الله كان غفورا رحيما صدق الله مولانا الأعظيم اشتركوا في القناة